بسم الله الرحمن الرحيم روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية مادة الرياضيات الدرس السادس تقدير الطرح المعلمة ميساء الكلوب سنبدأ اليوم إن شاء الله يثاني بالدرس السادس من الوحدة الرابعة درس تقدير الطرح وسنتعلم في هذا الدرس كيف نقدر ناتج طرح عددين بالتقريب إلى أقرب عشرة أو أقرب مئة فلو كان لدينا هذا السؤال طبعا يثاني عندنا طريقتين طريقة الأولى التقريب إلى أقرب عشرة والطريقة الثانية إلى أقرب مئة فلنتذكر الأعداد البخيلة والكريمة كما تعلمنا سابقا الأعداد البخيلة صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة أسميناها بالأعداد البخيلة في الوحدة السابقة والأعداد الكريمة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فلنأخذ مثال على التقريب إلى أقرب عشرة فلو كان لدينا سبعمائة وثمانية وخمسون ناقص ثلاثمائة واثنى عشر يريد التقريب إلى أقرب عشرة إذن نحدد منزلة العشرات ونضع دائرة حول المنزلة التي تسبقها بواحد وهي منزلة الآحد وأسأل نفسي الثمانية من الأعداد الكريمة أم البخيلة؟ من الأعداد الكريمة؟ إذن تعطي الخمسة واحد فتصبح سبعمائة وستون والاثنان من الأعداد الكريمة أم البخيلة؟ من الأعداد البخيلة إذن لا تعطي الواحد شيء إذن ثلاثمائة وعشرة والآن أبدأ بعملية الطرح صفر ناقص صفر صفر ستة ناقص واحد خمسة وسبعة ناقص ثلاثة أربعة إذن الناتج أربعمائة وخمسون لو كان لدينا تسعمائة وستة وأربعون ناقص مائتان واثنى عشر ثلاثمائة واثنى عشر ويريد التقريب إلى أقرب عشرة إذن أحدد منزلة العشرات وأضع دائرة حول منزلة الآحد وأقرب أسأل نفسي الستة من الأعداد الكريمة أم البخيلة؟ من الأعداد الكريمة إذن تعطي الأربعة واحد فتصبح تسعمائة وخمسون ناقص الاثنان من الأعداد البخيلة إذن لا تعطي الواحد شيء فتبقى ثلاثمائة وعشرة والآن أبدأ بعملية الطرح سفر ناقص صفر صفر خمسة ناقص واحد أربعة وتسعة ناقص ثلاثة ستة إذن الناتج ستمائة وأربعون نأخذ مثال على التقريب إلى أقرب مئة كما قلنا الأعداد البخيلة سفر واحد اثنان ثلاث أربعة والأعداد الكريمة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فلو كان لدينا سبعمائة وثمانية وخمسون ناقص ثلاثمائة واثنى عشر يريد التقريب إلى أقرب مئة إذن أضع خط تحت منزلة المئات ودائرة على منزلة العشرات والآن أقرب أسأل نفسي الخمسة من الأعداد الكريمة من البخيلة من الأعداد الكريمة إذن تعطي السبعة واحد فتصبح ثمانية والأحد والعشرات تنزل أصفار ناقص الواحد من الأعداد البخيلة إذن لا تعطي الثلاثة شيء فتنزل ثلاثمائة والآن أبدأ بعملية الطرح صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر وثمانية ناقص ثلاثة خمسة إذن الناتج خمسمائة فلو كان لدينا هذا السؤال تسعمائة وستة وأربعون ناقص ثلاثمائة وخمسة وعشرون أول شيء ثاني بقرب نضع دائرة تحت المئات لأن السؤال بده إلى أقرب مئة ودائرة على منزلة العشرات ثم أسأل نفسي الأربعة هو عدد بخيل إذن تنزل تسعمائة ناقص الاثمان أيضا بخيل فتنزل ثلاثمائة إذن الناتج ستمائة تسعة ناقص ثلاثة ستة والآن نفتح الكتاب على صفحة ثلاثة وسبعون أتحقق من فهمي أقدر ناتج الترح بالتقريب إلى أقرب عشرة أول خطوة أحدد منزلة العشرات ومن ثم أضع دائرة على المنزلة التي تسبقها وهي منزلة الآحد أسأل نفسي الأربعة من الأعداد البخيلة أم الكريمة من الأعداد البخيلة إذن تنزل خمسمائة وثلاثون بقدر أول يا ثاني والخمسة من الأعداد الكريمة إذن تنزل مئة وثمانون الآن أبدأ بعملية الطرح صفر ثلاثة ناقص ثمانية لا يجوز إذن باستلف واحد من الخمسة فتصبح أربعة والثلاثة تصبح ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص ثمانية أضع الثمانية في عقلي وأصل إلى الثلاثة عشر ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذن خمسة والمئات أربعة ناقص واحد ويساوي ثلاث إذن الناتج ثلاثمائة وخمسون أقدر ناتج الطرح بالتقريب إلى أقرب مئة سبعمائة وثمانية وعشرون ناقص مئة وثلاثة وتسعون أضع خط تحت منزلة المئات ودائرة حول العشرات الاثنان من الأعداد البخيلة إذن تبقى سبعمائة والتسعة من الأعداد الكريمة فتصبح مئتان فالناتج خمسمائة والآن يا ثاني يوجد عندنا واجب أحل المسألة زائد النشاط المنزلي وألقاكم بالحصة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته